اشتركوا في القناة كذلك حقت كلمة ربك على الذين فصقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده فأنتفقون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع عما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنه إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى منها دون الله ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بصورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيتوا بعلمه ولما يأتيهم تعفيله كذلك كذب الذين من قبل فاذر كيف كان عاقبة ظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمبسدين وإن كذبك فقل لي أملي ولكم عملكم ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأن بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفآت تسمعوا السم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ياذروا إليك أفآت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصلون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس آفسهم يظلمون ويوم يحشرون كأن لم يلبطوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا لقاء إلا يوما كانوا مهتدين وإما نري أنك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسول قذي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ثرا ولا نفعا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجل فلا يستاخدون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيت من أطاق ما ذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آماتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تدزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما آتم بموجزين ولو أن لكل نفسنا ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقذي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاهتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجبعون قل أرأيتم ما أسر الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أمان الله تفترون وما ظنوا الذين يفترون على الله الكذبة يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن أربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر منه ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوقنا عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم الآن إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرسون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقومه يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفتنون على الله الكذب لا يفلعون متاعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نضيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واذل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومي يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمتا ثم اقضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوا فنجينا ومن معه في الفلك وجعلنا خلائف واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فأنذر كيف كان عاقمة الموضرين ثم بعثنا من بعد رسلا إلى قوم فجاءوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستقبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاء أوم الحق من إيدنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أصحر هذا لما جاءكم أصحر هذا ولا يفلع الساحلون قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون أطوني فرعون أطوني بكل صاحر عليم فلما جاء الساحرة جاء الساحرة قال لهم موسى ألقوا ما آتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يسله عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كده المجرمون فما آمر لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسلفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمانتم بالله فعلي توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بمصر بيوتا واجعلوا بيوتهم قبلة وقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون ملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليذلوا عن سبيلك وابنطمس على عموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ولقد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا لصبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعاهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمات أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببذلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورسقناه من الطجبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كوت في شك مما سلع إليك فسأل الذين يقرؤون الكتاب منه قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاصرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتم كل آية حتى يرؤوا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنام عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن ما في الأرض كلهم جميعا هفآت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفسنا تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذور عن قوم لا يؤمنون فهل يتذرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فأتذروا إني معكم من المتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا نوجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من يديني فلا أعبد الذين تعبدون من يدون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأنا أقم وجهك للدين حنيفاء ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من يدون الله ما لا ينفعك ولا يذرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بذره فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخيره فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يذل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة هود مكية ألف لامراء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم من نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إلي يمتعكم متعان حسنا إلى أجل مسمى ويؤتقوا الذي فضل فضله وإن تولض إني أخاف عليكم عذاب يومي الكبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يتنون صدورهم ليستخفوا من ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات السدور صدق الله العظيم